نحو تأسيس اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات يسجل مجلس النواب الليبي خطوته بانتخاب ممثلين له ضمن تشكيلاتها التي تتألف مناصفة بينه وبين مجلس الدولة في انتظار إعلان مجلس الدولة عن قائمة ممثليها خطوة تأتي ترجمة للتعديل الدستوري الجديد وأرضية التفاهمات في اجتماع القاهرة بين مجلسي النواب والدولة ومن شأنها انهاء الجدل بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات وشروط المترشحين بحسب المراقبين يسرع البرلمان في طبرق من خطاه سعيا للحفاظ على زخمه السياسي في معادلة حل الأزمة بالبلاد في مقابل المبادرة السياسية التي أطلقها المبعوث الأممي إلى ليبي عبدالله باتلي ويحظى فيها بدعم الأطراف الدولية الفاعلة وأمام ذلك هدد رئيس مجلس النواب قبل أيام وفق مصادر إعلامية ليبية بإمكانية مضي مجلس النواب بشكل أحادي في إعداد القوانين الانتخابية ما لم يبدي مجلس الدولة مؤشرات إيجابية ويحث المبعوث الأممي الأطراف السياسية في ليبيا على تنظيم الانتخابات قبل نهاية العام الجاري من خلال توسيع الحوار بإشراك أطياف سياسية ومجتمعية وصولاً لوضع خريطة للانتخابات بحلول شهر يونيو المقبل والتأسيس لظروف الأمنية المواتية للتمكين من تنظيم الانتخابات بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 ترجمة نانسي قنقر